أهلا بك مجدداً، لقد ناقشنا في الدرس السابق مثال وجود مجموعة من المقترضين الذين كانوا بحاجة لمبلغ إجمالي يساوي مليار دولار لأن عددهم يساوي ألف واحتاج كل منهم مبلغ مليون دولار لشراء منازل اقترض هؤلاء الأشخاص النقود من وسيط إقراض برهن عقاري محلي الذي قام بعد ذلك ببيع تلك القروض لمصرف استثماري قام المصرف الاستثماري بإنشاء شركة ذات غرض خاص أجرة العرض العام الأول أي طرحت أسهمها للاكتتاب العام ثم جمعت المال ممن اشتروا الأوراق المالية بضمان رهن عقاري لكن بعد ذلك دفع المستثمرون في الأوراق المالية النقود للشركة لتمنح قروضاً لمن يحتاجها ويعود سبب استخدام مصطلح الأوراق المالية إلى أن المستثمرين قد يحصلون على عائد نسبته 10% سنوياً ولنفترض أن شخصاً ما اشترى إحدى الأوراق المالية مقابل 1000 دولار وبذلك يحصل على ما نسبته 10% على ذلك بعد ذلك قد يعتقد هذا الشخص أن شركة قروض الرهن العقاري ستنهار لأن الكثيرين سيعجزون عن السداد لذلك يود الانسحاب عند منح شخص ما قرض لا توجد طريقة للانسحاب من ذلك بل يمكن بيع هذا القرض لشخص آخر لكن في حال امتلاك ورقة مالية بضمان رهن عقاري يمكن الاتجار بهذه الورقة مع شخص آخر وربما يدفع أكثر أو أقل من 1000 دولار مقابل ذلك على الأقل يمكنك بيع هذه الورقة في السوق وبذلك توجد سيولة نقدية وتعني السيولة وجود ضمان يمكن بيعه أو الاتجار به تماماً كما يمكن الاتجار في سهم في شركة IBM للحواسيب والبرمجيات أو سهم في شركة Microsoft لكن كما ذكرت سابقاً يجب إجراء بعض التحليلات للقيمة المتوقعة أو نسب الفائدة الفعلية بعد الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين سيقومون بالسداد مسبقاً أو سيعجزون عن السداد بالإضافة إلى معدلات الفائدة قصيرة الأجل وما إلى ذلك لجعل هذه الورقة المالية ذات قيمة وربما يوجد عدد قليل من الناس الذين لديهم وعي كافي ليتمكنوا من إنشاء نماذج لاستخدامها في التوقع والتحليل ويحتمل وجود مجموعة أخرى من المستثمرين الذين يودون الاستثمار في الأوراق المالية لكنهم يعتقدون أن نسبة المخاطرة عالية وتصبح تلك المجموعة مستعدة للحصول على عوائد أقل مقابل السماح لهم في الاستثمار في استثمارات أقل مخاطرة قد تنتمي تلك المجموعة لصناديق التقاعد أو صناديق الاستثمار المشتركة التي تجبر قانونيا على الاستثمار في مكان ما ذو درجة أمان معينة وقد لا تبدو نسب العائد 9% و10% مشجعة لآخرين بحيث يريدون عوائد أكبر لكن يستحيل الاستثمار في الأوراق المالية والحصول على عوائد أفضل سنقوم الآن بمناقشة نوع آخر من الأوراق المالية بضمان رهن عقاري وهي الأوراق المالية المشتقة ربما تكون قد سمعت مصطلح الأوراق المالية المشتقة وربما يعتقد الكثيرون أن هذا شكل أكثر تعقيدا للأوراق المالية وتعلي الأوراق المالية المشتقة تقسيم أصل من الأصول بحيث يتم توزيع المخاطرة وبذلك يتم إنشاء أصل مشتق من الأصل الأصلي إذن لنرى كيف يمكن استخدام مجموعة الأصول ذاتها أي مجموعة القروض ذاتها لإرضاء الجميع أي إرضاء من يريدون عوائد أقل مقابل معدلات مخاطر أقل ومن يستعد لخوض مخاطر أكبر مقابل الحصول على عائد أكبر لدينا المقترضين ذاتهم في هذه الحالة أي من اقترضوا مبلغ مليار دولار جميعا لأن عددهم ألف لا تزال الشركة ذات الغرض الخاص قائمة لكن بدلا من تقسيمها إلى مليون جزء يتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء تسمى شرائح إن الشريحة هي جزء من الأصل وتسمى الشرائح الثلاثة بحقوق الملكية والشريحة الوسطى والشريحة العليا تلك هي المصطلحات الشائعة الاستخدام في هذه الحالة تعني الشريحة العليا أنه في حال خسارة هذه الشركة للنقود يحصل المستثمرون على نقودهم أولا وبالتالي هي الأقل مخاطرة في جميع الشرائح أما الشريحة الوسطى تعني المستوى التالي أو الأوسط بالنسبة للمستثمرين في هذه الشريحة فيقعون في المنتصف حيث أن نسبة المخاطرة أعلى لكن العائد الذي يحصلون عليه أكبر مما تحصل عليه الشريحة العليا ونسبة المخاطرة أقل من تلك التي تتعرض لها شريحة حقوق الملكية أما شريحة أصحاب الملكية فهم من يخسر النقود أولا لنفترض أن بعض من المقترضين بدأوا بالعجز عن السداد في هذه الحالة تتحمل شريحة حقوق الملكية تلك الخسارة وهذا ما يحمي الشريحة العليا والشريحة الوسطى من تبعات العجز عن السداد يتم تقسيم مبلغ مليار دولار إلى مبلغ 400 مليون للشريحة العليا و300 مليون للشريحة الوسطى و300 مليون لشريحة حقوق الملكية يسمى مبلغ 400 مليون دولار الذي تم جمعه من الشريحة العليا للأوراق المالية الديون بضمان الأوراق المالية أو رهن للأصول لنفترض أنه تم إصدار 400 مليون منها ويبلغ ثمن كل منها 1000 دولار ويتم منح عائد نسبته 6% عليها قد يبدو لك أن هذه ليست نسبة كبيرة لكن تتحمل هذه الشريحة نسبة مخاطرة قليلة لأنه من أجل الحصول على ما نسبته 6% فيجب أن تنخافض قيمة الأصل ذل مليار دولار أو القروض التي تساوي مليار دولار لتصبح أقل من 400 مليون دولار سأقوم بإجراء بعض العمليات الحسابية في مثال آخر لكن أعتقد أن ما أقوم بشرحه يبدو منطقيا بالنسبة لك على سبيل المثال ذكرنا سابقا أن الأقصاط السنوية تساوي 100 مليون دولار أليس كذلك؟ وذلك لأن نسبة الفائدة تساوي 10% ما نسبته 6% من مبلغ 400 مليون دولار يساوي 24 مليون دولار تشكل أقصاطا ويذهب هذا المبلغ إلى الشريحة العليا وبشكل مشابه يتم إصدار 300 مليون سهم ثمن الواحد منها يساوي 1000 دولار للشريحة الوسطى ولنفترض أن العائد الذي تحصل عليه هذه الشريحة يساوي 7% وهو أكبر بقليل وغالبا ما يتم تحديد هذه النسب بواسطة السوق أو وفقا لاستعداد الناس لكن لنفترض أن هذه النسب ثابتة الآن تبلغ نسبة العائد على 300 مليون سهم 7% وبذلك يحصل أصحاب هذه الشريحة على مبلغ 21 مليون دولار أليس كذلك؟ إذن من ما مجموعه 100 مليون دولار سنويا يذهب مبلغ 24 مليون دولار للشريحة العليا ومبلغ 21 مليون دولار للشريحة الوسطى وما يتبقى بعد ذلك يذهب لشريحة حقوق الملكية إذن العائد على مبلغ 300 مليون دولار لحقوق الملكية يساوي 55 مليون دولار بافتراض عدم وجود عجز عن سداد القروض أو سداد مسبق أو حدوث أي أمر غير واضح بالنسبة للأوراق المالية أي تحصل شريحة أصحاب الملكية على مبلغ 55 مليون دولار ويشكل ذلك منسبته 16.5% من مبلغ 300 مليون دولار قد يتبادر إلى ذهنك الآن أن هذا رائع فلما لا يرغب الجميع في أن يصبحوا مستثمرين في شريحة حقوق الملكية للإجابة على ذلك سنعود إلى الموقف الذي قمت بطرحه سابقا وهو عجز ما نسبته 20% من المقترضين عن السداد وتسليم مفاتيح المنزل للشركة بحيث تحصل الشركة على نسبة استرداد تساوي 50% إذن تقوم الشركة ببيع كل من تلك المنازل التي كان سعرها يساوي مليون دولار بسعر جديد يساوي 500 ألف دولار فقط وبذلك بدلا من الحصول على مبلغ 100 مليون دولار سنويا تحصل الشركة على مبلغ 90 مليون دولار في هذه الحالة لا يحصل مستثمر شريحة حقوق الملكية على نصيبهم لا يزال مستثمري الشريحة العليا يحصلون على مبلغ 24 مليون دولار ويحصل مستثمر شريحة الوسطى على مبلغ 21 مليون دولار بينما يحصل مستثمري شريحة حقوق الملكية على مبلغ 45 مليون دولار لا يزال مستثمري الطبق الأخيرة يحصلون على عائد استثمار أعلى من المعدل لنفترض أن الموقف يصبح أكثر سوءا حيث تعجز مجموعة من المستثمري عن سداد القروض وبدلا من حصول الشركة على مبلغ 90 مليون دولار سنويا تحصل على مبلغ 50 مليون دولار في هذه الحالة يحصل مستثمري الطبق العليا على مبلغ 24 مليون دولار ويحصل مستثمري الطبق الوسطى على مبلغ 21 مليون دولار وما يتبقى من ذلك هو مبلغ 5 ملايين دولار تذهب لمستثمري حقوق الملكية يشكل مبلغ 5 ملايين دولار أقل ما نسبته 2% من المبلغ 300 مليون دولار وبذلك تتعرض هذه الشريحة الأخيرة لمخاطرة أكبر مقابل الحصول على عائد أكبر في حال سداد جميع المقترضين لأقصاطهم تحصل شريحة حقوق الملكية على عائد نسبته 16.5% لكن في حال وجود الكثير من حالات العجز عن السداد أو انخفاض العائد شهريا إلى النصف تتحمل هذه الشريحة الخسارة الأكبر وبذلك تصبح نسبة العائدات تساوي 0% بذلك تتعرض الشريحة لمخاطرة أعلى مقابل عائد أعلى بينما لا تتأثر الشرائح الأخرى وبالطبع عند عجز عدد كبير جدا من المقترضين عن السداد تتأثر الشرائح الأخرى إذن كان ذلك أحد أشكال الديون بضمان الأوراق المالية أو رهن للأصول وهي الديون بضمان رهن عقاري ويمكن إنشاء هذا الهيكل في حال وجود أي نوع من الديون المضمونة بالأصول وقد قمنا بتطبيق ذلك على قروض الرهن العقاري لكن يمكن تطبيقه على مجموعة من الأصول الأخرى كديون الشركات وحسابات القبض من الشركات لكن ما يتم تداوله الآن في الصحف بشكل كبير هي الديون بضمان رهن عقاري وهذا ما كان يسبب المتاعب لبعض المحافظة الوقائية وسأقوم بتسجيل درس آخر عن كيفية وسبب التعرض لهذه المتاعب إلى اللقاء في الدرس التالي ترجمة نانسي قنقر